موسيقى السلام عليكم طلبة صف الساد الصناعة اليوم ندخل في يونت فايف وموضوع القطعة الاستيعابية الخاصة في يونت فايف هو ميكاترونيكس كلمة ميكاترونيكس هي دمج لكلمتين الميكانيك والالكترونيات أي أن دراسة الهندسة الميكانيكية والهندسة الالكترونية معا في وحدة واحدة وهي من التخصصات العلمية التي استحدثت بالساحة العلمية لأنها تهتم بتطوير المنتجات معنى ميكاترونيكس هو استخدام الألكترونيات بالتحكم الميكانيكي كما هو المعمول في السيارات والروبوتات الرجل الآلي وكثير من الأجهزة المنزلية وتتميز المنتجات الميكاترونيكية عن نظيراتها السابقة بأنها سريعة ودقيقة في كل قطعة استيعابية مثل ما تعودنا توجد كلمات مهمة تساعدنا على فهم السؤال وإعطاء جواب المناسب لكل سؤال الكلمات المهمة في هذه القطعة هي مكاترونيكس مكترونيكس Annie Подمان شكرا احتويتر chae عجيويتر Roberts Roberts Sensor Sensor Micro PROCESSOR Micro PROCESSOR counter parts counter parts monitor monitor rapid rapid improvement improvement self adjusting self adjusting advantages advantages demand demand graduates graduates dynamic dynamic sense sense تمريم 5.4 answer the following questions أجب عن الأسئلة التالية number one what is ميكاترونيكس ما هو الميكاترونيكس أو ما هي هندسة الميكاترونيكس فيكون الجواب ميكاترونيكس is a branch هو فرع of engineering من الهندسة which involves the idea اللي يضمن فكرة of mechanical and electronic engineering into a whole اللي يضمن فكرة الهندسة الميكاترونيكية والألكترونية كوحدة واحدة number two what do actuators do ماذا تعمل المشغلات الميكاترونيكية أو المحركات الميكاترونيكية فيكون الجواب actuators make things move المشغلات الميكاترونيكية أو المحركات الميكاترونيكية تجعل الأشياء تتحرك number three do sensors هل الحساسات allow the microprocessor تسمح للمعالج المجهري to monitor the state and تراقب الحالة فيكون الجواب yes they do نعم هي كذلك number four what do elektronics connect ماذا تربط الالكترونيات فيكون الجواب elektronics connect the other parts together تربط الأزاء الأخرى مع بعضها سوية number five how do mecatronics change كيف تتغير الميكاترونيكس فيكون الجواب mecatronics change daily الميكاترونيكس تتغير يوميا with the rapid improvements مع التحسينات السريعة أو التقدم السريع in technology بالتكنولوجيا أو التقنية and computer systems وبأنظمة الكمبيوتر number six which products are better أي المنتجات أفضل mecatronic product منتجات الميكاترونيك or their counterparts أو نظيراتها أو مثيلاتها طبعا منتجات الميكاترونيك هي الأفضل فيكون الجواب mecatronic products are better than their counterparts منتجات الميكاترونيكس أفضل من نظيراتها واللي يكتب فقط هذه الكلمتين mecatronic products أيضا يكون الحل صحيح لأنه ده يخيرنا ده يقول أيهما أفضل هذه المنتجات أو نظيراتها فنقول منتجات الميكاترونيكس تمريم 5.7 state whether each of the following sentences is true or false حدد ما إذا كانت الجملة التالية صحيحة أم خاطئة number one mecatronic can be self-adjusting أجهزة الميكاترونيكس يمكن أن تضبط ذاتيا طبعا الجواب true صح number two mecatronic products منتجات الميكاترونيكس have many advantages لها فوائد كثيرة over their counterparts مقارنة بنظيراتها طبعا الجواب true number three the demand for mecatronic graduates الطلب على خريجين قسم الميكاترونيكس is high يكون عالي طبعا الجواب يكون true number four mecatronic washing machines cannot sense the amount of dirt يعني غسالات الملابس الميكاترونيكية لا تستطيع أن تتحسس cannot sense the amount of dirt يعني كمية الأوساخ in the washing load في حمولة الغسيل طبعا خطأ المفروض يقول لي can can sense مو cannot يعني تستطيع وليس لا تستطيع فجواب يكون false number five mecatronic الميكاترونيك is a dynamic field هو فرع حركي طبعا الجواب true صح number six mecatronic systems يعني أنظمة الميكاترونيكس exit only in mechanical fields موجودة فقط في الفروع الميكانيكية لا خطأ موجودة أيضا بالفروع الإلكترونية فجواب يكون false هاي نماذج من الأسئلة الوزارية النموذج الأول are mecatronic devices هل أجهزة الميكاترونيك better than their old counterparts أفضل من مثيلاتها القديمة فطبعا الجواب يكون yes they are النموذج الثاني the demand for mecatronics graduates يعني الطلب على خريجين الميكاترونيك is low يكون منخفض أو قليل لا خطأ هو المفروض يكتب لي high high عالي فجواب يكون false النموذج الثالث is mecatronic a dynamic field هل الميكاترونيك هو حقل حركي طبعا حقل حركي فيكون yes it is النموذج الأخير what do actuators do ماذا تفعل المشغلات الميكانيكية فجواب يكون they make things move تجعل الأشياء تتحرك تمريم 5.3 robots are mecatronic devices الرجال الآليين هي أجهزة mecatronicية that can do many jobs اللي تستطيع أن تعمل كثير من الأعمال number one discuss with your teacher ناقش مع مدرسك أو معلمك and classmates وزملائك the various jobs يعني الأعمال المختلفة أو الوظائف المختلفة a robot can perform اللي يستطيع أن ينفذها أو ينجزها الروبوت أو الرجل الآلي فيكون الجواب a robot can perform many jobs الروبوت أو الرجل الآلي يستطيع تنفيذ كثير من الأعمال يعني كل إنسان بالضبط such as moving things مثل تحريك الأشياء number two state whether you are for or against the idea حدد ما إذا كنت مع أو ضد فكرة of making robots do what humans can do أن الرجل الآلي يفعل ما يمكن أن يفعله البشر طبعا كل واحد مخير بإجابته فأني كتبت I am against the idea أنا ضد فكرة of making robots من جعل الروبوت أو الرجل الآلي do what humans can do أن يفعل ما يفعله البشر هس النقطة الثالثة يريد سبب لإجابتك سواء مع فكرة أن يعمل ما يفعله البشر أو ضد بأن الرجل الآلي يفعل ما يفعله البشر فإحنا ما دام جوابنا هنا ضد فكرة بأنه الروبوت أو الرجل الآلي يفعل ما يفعله البشر فلازم نطي السبب هنا في number three number three give reasons أعطي أسباب to defend your point of view اذكر أسباب الدفاع عن وجهة نظرك فالجواب يكون many people كثير من الناس will lose their jobs سوف يخسرون وظائفهم if robots لو أن الرجال الآليين do all the jobs أن يفعل كل الوظائف أو الأعمال that humans can do اللي يستطيع أن يفعلها البشر and life would be dull والحياة ستكون مملة dull هنا جاية بمعنى مملة with all these machines بوجود كل هذه الآلات which have no feelings اللي ليس لديها أي مشاعر ممكن الأفعال اللي ما يستطيع أن يعملها البشر ممكن الرجل الآلي يفعلها احنا مع هذه الفكرة لكن الأعمال اللي يستطيع البشر أن يعملها نكون ضد فكرة أن يعملها الروبوت أو الرجل الآلي لأنه الكثير من الناس سيخسرون وظائفهم خمن ما هي أجهزة الميكاترونيك can be used at home, school and office اللي تستخدم في المنزل والمدرسة والمكتب make a list in your mind اعمل قائمة من ذهنك share your classmates ideas وشارك أفكار زملائك أو زميلك and ask your teacher واسأل مدرسك to give you some help أن يعطيك بعض المساعدة فأنا عملت هذا الجدول ما هي الأجهزة اللي متوفرة بالبيت عن الميكاترونيك وفي المدرسة والمكتب washing machines غسالات الملابس هذه أتهم microwave oven فرن microwave أيضا بالمنزل dish washer غاسلة الأطباق أيضا بالمنزل clothes dryer مجفف ملابس at school بالمدرسة calculus يعني التفاضل والتكامل computer classes يعني دروس على الحواسيب cd and dvd player الأقراص المدمجة أو مشغل الأقراص المدمجة والرقمية الكتريك جاكس السراحيات الكهربائية اللي تستخدم في غليان الماء وتحضير الشاي والقهوة هذه موجودة بالأوفيس بالمكتب ترجمة نانسي قنقر